بسام أحمد مواطن من قرية الهجلة التابعة لمدرية توبن وهو واحد من أشخاص كثر أصيبوا بمرض الملاريا التي باتت حديث الساعة في محافظة الحج حيث أصيبه وجامع أفراد أسرته بهذا الوباء إتشار المستنقعات والمياه الراكدة شكلت بيئة خصبة لتكاثر وإتشار البعوض الناقل للملاريا وهو ما شكل تهديداً لحياة المواطنين هنا في قرية الهجلة تعرضوا بحوالي هذا الأسبوع 25 حالة أصيبت بمرض الملاريا 400 حالة تم رصدها مصابة بمرض الملاريا في 121 موقعاً موزعة في عدد من مدريات المحافظة كان النصيب الأوفر من هذه الحالة المصابة لمدرية توبن والتي بلغت الإصابات فيها نحو 72 حالة إيجابية تم رصدها خلال شهر فقط بينما هناك مؤشرات إلى ثفع عدد الإصابات ورود حالات مصابة بمرض الملاريا بحسب التقارير الصادرة من قبل مكاتب الترصد الوبائي في المدريات المبوءة والذي يعتبر مؤشراً خطيراً بحسب المختصين في المحافظة كما دفع بمكتب البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وبدعم مكتب الصحة العامة والسكان تدشين حملة الرشة مستهدفة المستنقعات والبراك المائية في أحياء وقرى الحوط وطباً والتي ستستمر نحو إسبوعين على الرغم من التحركات السريعة للجهات المعنية للقضاء على بؤر توالد وتكاثر البعوض الناقل لمرض الملاريا إلا أن ذلك غير كافي لموجهة الوباء سريع الانتشار فالحملة تستهدف مدريتا الحوط وطباً من أصل 15 مديرية هي بحجة ماسة إلى الاستمرار من أجل القضاء على مصدر الوباء مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة الحك اشتركوا في القناة